بحماس وانضباط كبيرين يواصل البطل المغربي عبدالعاطي إيجدير تحضيراته استعدادا لموعد أولمبياد ريو دي جانيرو والغاية تحقيق إنجاز جديد ينضاف لمحطات العداء المغربية ابن تسعة وعشرين ربيعا وبعد إحرازه للميدالية البرونزية خلال أولمبياد لندن عام 2012 عازم خلال الأولمبياد الصيفية القادمة البصمة على مشاركة مميزة ليكون خير خلف لخير سلف بالنسبة لي نحن كعدين فكنت تخذوا قعد يعني الأبطال اللي فاتونا ودروا ألقاب جيدة كشام قروس سعد عويطان زهاب دوان يعني صلاح يسكن القائمة كثيرة فحنا بنسبة لي نهادو قدوة ويعني وذك نتأجل خلاوها يعني والمراكز اللي حصلوا عليها يعني والرايل اللي رفعوا في جميع أنحاء العالم وتشرفوا البلاد فهذا شرف كبير لنا ونحن نتشرفوا أننا نكون قدوة لنا هذه النساء ومن أجل كسب تجربة أكبر والاحتكاك مع مختلف العدائين شارك إيجدير في العديد من الملتقيات وفي تخصصات مختلفة حيث تمكن من إحراز الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر للعصبة الماسية بملتقى محمد السادس بالرباط وحلوله في المركز الثاني في الملتقيين الأخيرين بأوجين وبرمينغهام في مسافة 1500 متر هذه الملتقيات قد يعطينا واحد المعيار وواحد التقيقى في النفس وواحد تحفيز بشأننا إن شاء الله نكون في الأعب ونبياني يكون عندي واحد بحكم بالإضافة للتجربة التي لدي في الأعب ونبياني في 2012 رغم صعوبة المهمة فآمال المغاربة معلقة على رياضة ألعاب القوى الوطنية لتكرار إنجازات الأمس في أولمبيادريو وبشكل خاص على العداء عبدالعاطي إيجدير لرفع راية المغرب خفاقة في سماء البرازيل